ما فيش بيت في مصر ما فيش حد فيه عنده دوربرد دوربرد والإنفلوانزا والالتهابات الرئوية منتشرة بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة مع دخول فصل الشتاء الالتهاب الرئوي هو مرض تنفسي بيؤثر على الرئتين بشكل مباشر كمان بيسبب الفيروسات والبكتيريا والفطريات وبيكون الأطفال أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض تحديدا مع فصل الشتاء تقلبات جوية بنعاشها الفترة الحالية وزارة الصحة أعلنت أنها وفرت مجموعة من الأمصال واللقاحات اللازمة للقضاء على الالتهاب الرئوي نهاردة هنتكلم عن خطورة الالتهاب الرئوي إزاي بيؤثر على الرئتين إيه طرق الوقاية خلينا نرحب بضفنا الموجود معنا في الستوديو الدكتور مهر الجرحي استشاري أمراض حساسية الصدر يا دكتور أهلا وسهلا بخضرتك أهلا بك يعني لما نجي نتكلم عن الأعراض الخاصة بالأصابة بالالتهاب الرئوي هل في إصابة حادة وخطيرة وإصابة عادية لما نهي نتكلم كده مع بعض بنقوم دعيان قوي ده شكله وقع عنده التهاب الرئوي كلمة كده بتتقل بالسهل ولا ده أعراض حادة وبتستلزم علاج مكثف ومحدد طبعا لو سؤالك مهمة قوي بس لازم نعرف يعني إيه كلمة التهاب الرئوي التهاب الرئوي معناه التهاب في الحيصلات الهوائية في الرئة واحدة أو رئتي طبعا كلمة التهاب الرئوي ما هيش كلمة بسيطة لكن إحنا نقدر نحددها على حسب الدجري بتاعها يعني على حسب درجاتها فيه التهاب بسيط وفيه التهاب متوسط وفيه التهاب شديد وده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على عمر المريض ويعتمد على حالة المريض عاملة إيه؟ وبيعتمد على سن المريض بمعنى إن لو جه طفل صغير أقل من سنتين فيه خطورة رجل كبير أكثر من خمسة وستين سنة فيه خطورة فيه ريسك فاكتور موجود في المريض نفسه زي واحد بتعالج من أمراض المناعة أو واحد عنده بعد شر كنصر أو واحد عنده سكر عالي مش متزبط أو واحد عنده أمراض كبد أو أمراض قلب ده كلها بنسميها ريسك فاكتور بيساعد إن الالتهاب الرئوي يكون شديد طب ما معنى كلمة التهاب الرئوي؟ التهاب الرئوي ده لازم نفهمه لأستاذ المشاهدين إنه عبارة عن التهاب في الحيصلات الهوائية وينتج عنها تراكم سوائل مليانة بصديد داخل الحيصلات الهوائية طب ده فكرة حضرتك هيكون عامل إزاي؟ أول حاجة قرشة نفس هتلاقي عليه كلمة قرشة نفس نهاجان والنهاجان ده بيبقى مستمر وبصورة واضحة جدا الثاني حاجة ارتفاع بدرجة الحرارة وارتفاع بدرجة الحرارة فيه فارييشن يعني فيه اختلاف الناس الكبار في السن ممكن يكون عندهم التهاب رئوي وده بيبقى برضو ساعات الدكتور ما قدرش يشخصها قوي إلا وكان قاري أو فاهم إنه التهاب الرئوي مع الناس الكبار في السن ساعات ما بيبانش فيه أي علامات من درجة الحرارة وده شيء مهم جدا لازم نذكره في الحلقة بتاع ساعاتك إن الكبير في السن ركز على سماع السدر بمعنى لو كان بيشتك من الكحة بالشرط يكون معاه الحرارة ده لو عدى 60 أو 65 سنة ومهمة أول لازم نعرف إن لو كان يونج أو متوسط العمر أو صغير بتبقى درجة الحرارة معدية 38.5 أو 39 وفي نفس الوقت ما بتنزلش يعني هي كلمة ما بتنزلش يعني قد علاج ما فيش فايدة الأعراض ما فيش فايدة يقعد 5, 6, 7, 8 أيام بنفتكره النازلة الشعبية ولازم أعرفك إنه ما معنى كلمة نازلة الشعبية والتهاب رئوي في فرق ما بين النازلة الشعبية العادية والتهاب الرئوي وفرق بسيط خالص بغير ما تروح للطبيب النازلة الشعبية عبارة عن إيه التهاب في الممرات الهوائية القصبة الهوائية العليا بيانتج عنه شوية كحة وألام في الزور وحرارة مرتفعة ويدي علامات بسيطة بس فيها بقى ميزة في خلال 5, 6, 7 أيام تلاقي المريض ياخد العلاج البسيط خالص منك أو من الصيدالي ويخف ده بنسميه نازلة إيه شعبية بسيطة خالص ما هاش علاقة اللي نازلة التهاب الرئوي لا يختلف تماما التهاب الرئوي حرارة ما بتنزلش المريض بيبان عليه إنه هو توكسيك توكسيك يعني همدان صداع ألام حدة في الجسم ممكن بومتينج يرجع الكحة ما بتوقفش خالص الحرارة ما بتنزلش في رعشة جامدة في الجسم ممكن يجي معاه ديارية إسهال وده بتبقى حالة صعبة شوية لما يبقى جهاز التنفس والجهاز الهضم حصل له انفيكشن ده صعب طب إحنا عايزين نعرف الوقت ده ونفيد سادة المشاهدين في حاجات معينة قوي أنا كطبيب ومعنديش إمكانيات أو المريض ما عندوش إمكانيات أن يشخص بالصورة اللي يعمل إشعاعات وإيه 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 أنا هقول كلمة بسيطة خالص لما يدقل المريض على الطبيب أو المريض نفسه لازم يفهم نفسه بالصدر بالقاتل أول ما يدخل وخد علاج بسيط اللي هو عبار عن أنتوا كل لسه يعني سامع الهانم بتقول إن أنا خدت كونجستال وخدت 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 ومفيش فائد ده نزلة شعبية عادية اللي مش هتقضوا قدامي بالمنظر ده بمعنى بعد خمس أيام ده ما كانش أنا فبعنى صح إن هياخد علاج من الصيداني وهيخف ده بنسامي مين نزلة شعبية ألمها للتهاب رائعوي لا ألم حدة جامدة في الجسم كلها الكحة ما بتوقفش وأهم من ده كله البلغم بقى البلغم ده لازم نخلي بالنا منه قوي بس البلغم عفوا المقاطعة فندم لأنه حرك بتفرق بالحاجة المهمين جدا النزلة شعبية اللي بتروح بعد خمس أيام اللي هو دور في الونزة أو برد عادي وما بين الالتهاب الرائعوي بس البلغم كمان بيبقى مصاحب للنزلة شعبية يعني النزلة شعبية دي بيبقى فيه بعض الناس اللي عندهم أو بيصابوا بيها بتردوا بلغم بشكل كبير فده برضو ممكن خليني أحطار شوية هل أنا عندي نزلة شعبية ولا الالتهاب رائعوي سؤالك جميل بس أقول لك إجابته البلغم نفسه بيعتمد على إيه لونه لو لون أبيض وده غالبا في النزلة شعبية بيبقى أبيض كده بسيط فبيجي نتيجة للقاحة إفرازات بيتيجي فبيقف عشان يطلعوا فبيبقى غالبا أبيض يعني لكن لو تغير لونه للون الجري للون الرصاصي أو اللون الأسوة أو تقاير ده أعتروا أن دخل بكتيريا عليه طب وفي الحالة دي قد إيه لازم أدأ روح للطبيب ده أول حاجة مروحش بقى للصيدالة لو أدينا أنتيباتك من عندك لأ لأن الطبيب هيقدر يحدد إنت عايز أورال أورال يعني إقراس مضادات حقيقية ده خطأ جامد جدا ساعات المريض بتأخر حالته نتيجة لأنه هو ما حددش الأول ياخد إيه في مريض ما ينفعش أديله إقراس ما ينفعش أديله علاج بالفم وياخده ويبقى كويس خلال يوم أو يومين لازم على طول إنجيكشن حقا يعني طبعا الحقا دي بتاحت شرف طبيب في ناس تاخد أنتباءاتك خاصة للودان في ناس يعني أعتقد حاجة زي كده هتحتاج أنها حاجة تاخد في الجهاز تشتغل على أو الجهاز التنفسي العلمي بالضبط بس أنا مش قصدي بقى اللي أنت بتقولي حضرتك إمتى ياخد الطبيب أن ده ياخد أورال يعني بالإقراس أو إنجيكشن لأن على فكرة احنا في المستشفى الحميات غالبا بنشوف المريض بيجينا بعد ما يكون خد علاج وتطورت حالته ونتيجة للإقراس في علاج لازم اتاخد إنجيكشن من الأول طب ده بيعتمد على الكشف الطبي من الدكتور للطبيب للمريض بتاعه بمعنى فيه يعني إحنا ككلينيكال بنيقدر نعرف إذا كان فيه التهاب رئي أو موجود في الرئي أو حالته جامدة أو لا عن طريق السماعة فعشان كده بقولي يا ريت والله يعني السيادلة دول ناس محترمة وعلى مستوى عالم العلم وكله بس لو كان سيدالي تلات تربع سيادلات ساعات بيبقى فيهم ناس مش سيدلة فبيدوا تريتمنت وعلاج بيأخروا الحالة عندنا إحنا فبالتالي إحنا عايزين نوعي لسادة المشاهدين إن نخلي بالكو لازم تلجأوا للطبيب في حالات معينة إيه هي بقى الحالات المعينة اللي أنا هقول عليها دولة مهم جدا دفع أول حاجة الحرارة ما بتنزلش على طول مرتفعة 38.30 ساعة وثلاثين أربعين لمدة كم يوم يا فندم الحرارة مرتفعة هتعدل سبعة أيام زي ما قلت في الأول البرنامج إن خلال التهاب الشعب البسيط خمس ستة يام بيخف بمزاق الفل إنما لو طول عن كده نخلي بالنا بقى أول حاجة الحرارة ما بتنزلش تاني حاجة نهاجان وخلي بالك عايزين نفرق ما بين النهاجان الناتج عن التهاب الشعبي رئوي والنهاجان الناتج عن حاسية لإن في بعض الناس لو جال النازل ببرد بتلاقيها بتنهج نتيجة عندها حاسية فلازم طبعا الحاسية الصدر دي بيبقى النهاجان بتاعها بيختلف في إيه الحاسية الصدر بيبقى الهوى هو طالع مدته أطول وهو داخل يعني الطبيب بقى هو اللي يعرف القصة دي إنما في الناتهاب الرئوي الاثنين قد بعض الانسباريشن قد الاكسباريشن فبالتالي بتلاقي النهاجان واضح جدا وعدد مرات التنفذ بتبقى سريعة ويبقى تكسك تكسك يعني مش قادر يتكلم فخلي بالك من العلامات دي الحربة بتنزلش المريض بين حاجة على طول مش قادر يتكلم ألم في الصدر مع النفس خد نفس صدره بيقلمه طلع النفس صدره بيقلمه ثالث حاجة بتلاقيها ارتعش يعني تلاقيها على طول رحشة معاه موجود وجسمه انكسر وأهم من ده كله بقى إن ساعات بعض الناس الكبار في السن في حاجة اسمها الكونفوشن بقى تلاقي الوعي بتاعه الطرب ولما كلمة الوعي الطرب ببص على حاجة اسمها تركيز الاكسجين في الدم فده طبعا مهم قوي بالجهاز ونبص عليه بفروض ما يقلش على 95% وطبعا احنا كلنا تعودنا على الجهاز ده في أيام الكوفيد ناينتين ربنا مايرجح أيام وخلي بالكوا أن الأيام دي في الفيروس الناس بتقولك ده كورونا رجعت لا ما رجعتش ولا حاجة هو فيه فيروس اسمه المخلوي ده منتشر الأيام دي وده فيروس شديد شوية نفس علامات الكورونا ولكن نفس عائلة الإنفلوانزة أو نفس بالزبط وما لوش مضاعفاته بسيطة جدا مضاعفاته بسيطة جدا ولازم نخلي بالنا أن التهاب الشعب الرئوي فيه فيروس أو اليوم يكون بكتيريا أو اليوم يكون فطريات وخلي بالنا برضو أن الموضوع بتاع الالتهاب الرئوي مايتعالجش ببيت أو بمعنى أصح مايتعالجش فيه عن طريق طبيب والمراجعة داخل البيت لازم نعمل لو زاد عن سبعة هيئة من نهجان لازم نعمل إيه إكس راي الأشعة مهمة جدا 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 وكل المستشفات على وزارة الصحة 24 ساعة الأشعة موجودة سواء كان عندنا في الحميات أو أي مستشفى حميات أخرى وزارة الصحة ملا موجود جامد جدا 24 ساعة عايز أشعة تلاقيها موجودة وهتلاقي خصية أشعة وهتلاقي التقرير موجود فبمعنى أصح اللي فيه تقدم موجود أستغله مش هستنى بقى مركز أشعة عشان نشوف الأشعة الكاملة لا ده فيه طوارئ 24 ساعة بالأجازة بتاعتها من قبل وزارة الصحة ده نستغل الموقف ده إن هتلاقي فيه خدمة طبية كويسة وتشخيص وعلاج إن شاء الله طيب مؤشرات الإصابة ممكن نرقيها كمان في الأنف في الفم في الحلق ممكن نرقي التفاصيل دي كلها اللي دايما أول حاجة بنسمحها زوري أفل مناخيري مش مصبوطة وداني فيه التهاب مثلا فيه عدم التزان هل دي كلها ممكن تكون مؤشرات للالتهاب الشعبي بقى مش الالتهاب الرقوي بس سؤالك جميل قوي بس أعايز أقول لحرك حاجتين فيه حاجة اسمها التهاب شعب في الجهاز العلوي التنفسي وفيه جهاز الصف للتنفسي الجهاز العلوي اللي حرك بتقولي عليه ده البداية فيه مريض بيجيلي بالأعراض اللي حرك قلتها عنده زكام جامد مش قادر صداع جوب الأنفية ملتهبة ودانوا بتوجعوا زوروا بيوجعوا ده اسمه التهاب فيروس في الجهاز العلوي التنفسي وفيه الجهاز الصف اللي احنا بنتكلم عليه بقى ده كله بندل المعطيات اللي احنا قلناها وفيه الاتنين جهاز العيل والتنقفوسي والجهاز الصفلي في واحد ممكن الجهازين يبقى نفقت او الاتنين يبقى بالزبط بيبتدي على طول بزكام ومش قادر وبعد كده يقول لك يا دكتور ببتدي تقع وبتدي تنهج والحرارة بتاعته مش عايزة تنزل وما تخافوش الموضوع الحمد لله نشكر ربنا كان في المية 98% بيبقى كومبيليت ريكافر يعني الدنيا بتبقى كويسة جدا لكن في بعض الحالات نخلي بالنا منها قوي الناس اللي عندها وقلنا من شوية امراض مزمنة او التحت السنتين في الاطفال والامراض المزمنة اللي احنا قلنا عليها من شوية تخلي بالكم قوي 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 اللي دول يتحطى عليهم 100 ألف خط طب في بعض الاشخاص بيبقى مصابين ببعض الامراض زي الرب او الانتفاخ الرئة او الانسداد المزمن للرئة ودول ليهم معاملة خاصة طبعا سؤال حركة مهمة جدا اللي هو سد الراويه اصدر حركة مهمة ده بيبقى عنده قصة من حاجة البرونكا الازمة اللي هي الازمات الربوية المزمنة الازمات الربوية المزمنة ده بيبقى فيه حاجة اسمها جينات جينات يعني يتلاقي الاب والام وتلاقي الخيل والعمة فده لما تلاقي اكتر من شخص عنده حسية صدرية في العيلة ده تخلي بالك من الاجيال الموجودة والسيمطومز اللي بتتاهل بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحسية زادت وطبعا كلمة الحسية زادت نتيجة لحاجتين مهمين قوي وهستغل البرنامج بتاعك نحن نقولها اول حاجة العادات السيئة من الصغر تلاقي الولد عنده عشرين سنة وخمسة عشرين سنة وقاعد على القافي وقاعد يشيش ويشرب سجايل بهيفي سموكر قوي وده طبعا في الحالة دي بنقول ان مقاومة صدره مالها هتقل بعد شوية سنة سنتين تلاتة يبتدي لو شايد برد بسيط يتقفل ممرات الهوائية ويحصل حاجة يقولك صدري بيزيق وانا نايم وشادر اقض نفت طب ده انت مين سببه بترد مين سببه العادات السيئة العادات السيئة اللي احنا لازم نقولها من خلال برنامج بتاع ساعدتك خلي بالكم العادات بتاعت الشباب من الوقتي هنعرفها دلوقتي هنعرفها قدام لان لو انت بسيت على قفهات كتير اقوي تلاقي الشباب قاعد وبيشيش وطبعا بيقلل مقاومة الشاست بتاعته فبالتالي الوجود الدخان اللي موجودة على طول وبيشمه ده بيقلل مناعة السدر ويحصل حاجة اسمها تقلصات في الممرات الهوائية وازمات وحيعرفها قدام لما يكبر في السن زائد بقى ايه الانفيكشن ايه هو الانفيكشن اكبر حاجة الخاف منها ايه توقع دلوقتي ايه بقى اتدارن اتدارن ايه هو اتدارن ده اتدارن ده بييجي عن طريق الشيشة او عن طريق التنفس بقيتلاقي الشاب بدل ما كان بلدن كده وحاجة جميلة يبتدي الوزن يقل بس فيه تطعيمات الدارن اتخذت تطعيمات الدارن لا ده هو صغير لكن ما هو ممكن تأخذ التطعيم عادي ويحصل ويصاب الدارن بعدك اه بس انا بتكلم على العادات السيئة اللي ممكن تأدي الى امراض صعبة الامراض الصعبة منها الدارن نخلي بالنا منها قوي وبيجي في الشباب بتلاقي الوزن يقل وتلاقيه يعرق وتلاقي حرام ما بتنزلش ويكح نجي نعمله اكسر اي نلاقي فيه علامات التي بي الموجودة على السيد وبياخد طبعا عندنا في المستشفى الحمد لله الأدوية كلها متوفرة وبياخد الالج وبيتعالج بس المشكلة بيبقى مرض مزمن معايا ربنا يسلم ويحفظ كل مشاهدينا وياخدوا لهم من صحتهم احنا كمان ناخد بالنا من ان اي واحد يكون مريض بعد الشرع عليه يتجنب التجمعات راعي جدا المسافات الامنة دي ما لهاش علاقة خالص بكورونا دي لها علاقة بالوقاية اللي هي خير من العلاج كل الشكر لك الدكتور ماهر الجرحي استشاري امراض الحساسية والصدر والحميات شكرا جزيلا اتنورتنا وشرفتنا يا دكتور